اشتركوا في القناة فقررت اني اتواصل معها للاطمئنان عنهم ولطمنكم كمان وكان ردها انه الحمد لله هلأ صار احسن وتحت المراقبة ولكن زال عنه الخطر وانها بتتمنى الو انه بيرجع مثل الاول ويتحسن ان شاء الله لذلك اطلب منكم جميعا الدعاء لالو بالشفاء العاجل بهذا الاستوري على انستغرام صرحت سورياس انها كتير متحمسة لسنة 2021 الجديدة حيث عم بتخطط لاعمال ومفاجآت جديدة وشغلات ما شفناها عند اي يوتيوبر من قبل وحكت انها بهي السنة حاطة اكتر من 20 هدر لتحقوا فبالتوفيق لسورياس اما نارين وسيدر وشيرين ومن بعد غياب من على انستغرام لفترة رجعوا ونزلوا صور جديدة وشاركوا صوريهات جديدة من مطعم بوراك بدبي اخيرا اليوم المنتظر من كل متابعين انس واصالة اللي واخيرا شاركوا فيه فلوغ ولادة اصالة الكامل اللي اظهروا فيه شكل المولود الجديد ولكن اللي ما عرفناه لحد الان هو اسم البيبي حيث رح يعلنوا عنه رسميا بالفيديو المقبل اما اصالة فشاركت هالصور من بعد الولادة مع المولود الجديد واسامة شارك اصطري من بعد ما تلقى عدد كبير من تساؤلات من الجمهور عن اسم البيبي الجديد وصرح ان اسمه اسامة عم تصالني كتير مسيجات عم تسأل انس واسالة شو سموا البيبي فحبيت اعطيكم خبر حصري من عندي وقالكم انه هني سموا البيبي اسامة على اسم عمه يعني اللي هو انا فمثل ما بيقولوا الحمد لله الذي تتم بشو ولكن وبعد ساعات شارك انس هالصوريهات اللي اعلن فيهم ان اسم البيبي رح يكون هشام وطلب من المتابعين اسم تاني ليكون اسمه الاجنبي ولكن قريب شوي للعرابي مرحبا يا جماعة عطونا لانه كان نيو يير فعطونا لليوم لنقرر اسم البيبي وانا واصالة دخلناها لبنقاش حولين هالموضوع هذا فمحتاجين مساعدتكم لو سمحتوا ساعدونا ولو سمحتوا صوتوا على هالموضوع هذا الموالو ما فيه انه نحنا حابينه يكون للبيبي اسم عربي واسم اجنبي فالاسم العربي انا من انا وصغير اسمي ابو هشام اسم بابا هشام فهشام مفروغ منه وهذا هو الاسم العربي الاسم الثاني هو بدنا اياه يكون الاسم اللي هو اجنبي يستخدمه بالمدرسة يستخدمه محلات تانية ومن نفس الوقت يكون اسم نحنا حابينه وهون انطرح اسمين هنا ثلاثة بس هتخليكم نصوتوا على اثنين اللي انطرحوا هنه مالك اللي كلاتكم طبعا حبيته نوة اللي انا حبيته اللي هو نوح بالعربي بس مع ذلك كان نبين المزح باستوري اسامة وانه هذا الاسم مو حقيقي فاحمد النشيط وبتعليق على صورة اصالة صرح انه اسمه خليفة واختاروا هذا الاسم لانه كانت حفلة معرفة جنس الجنين تابعوا ببرج خليفة فشو رأيكم باسمه وشفنا عدة كومنتات اخرى من طرف عدة يوتيوبرز من بينهم نارين بيوتي اللي كتبت الله يحميكم وغيث مروان كتب ما شاء الله وعمرو كتب الف مبروك ما شاء الله يتربى بعزكم يا رب وغيرهم اكتار من اليوتيوبرز وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وانتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول اشتركوا في القناة